ده الحدث الذي يحدث الآن مش هنقدر ما نتكلمش في الموضوع الحقيقة يعني حاولنا نوضح بيننا وبين بعض أي تفسير للي بيحصل أين اختفت الإنسانية في التعامل مع الملف الأوكراني والحرب الروسية على أوكرانيا إزاي بقى التعامل مع الموضوع بمنتهى الاستخفاف على صفحات السورشيال ميديا تداول صور غاية في القسوة للي بيعيشوا دلوقتي سيدات وأمهات وفتيات أوكرانيات وطبعا عائلات بأكملها بما فيها بقى من رجالتها وأطفالها تخيلوا وانت قاعد في بيتك آمن بين لحظة والتانية تكون منتزع هذا الغطاء من الأمان فجأة تلاقي نفسك في الشارع وصورك وانت محتضن أطفالك الصغيرين موجود على كل صفحات السوشيال ميديا والتعليقات بدل ما تكون تضامن وإنسانيات بدل ما يكون إن بيوتنا مفتوحة لكم وأكيد حنرحب بيكم وأكيد حنحاول على قد ما نقدر كشعوب غير كحكومات نقدم لكم مساعدات إنسانية ودعم بدل ما نقول مش محتاجين حروب في حياتنا بدل ما نقول إن العائلات الأمينة دي تستحق إنها تعيش في أمان ما لهاش دعوة بصراعات الكبرى بين الدول الكبرى نلاقي البوستات على السوشيال ميديا الوحش الكبير بتتكلم بمنتهى الاستهتار كوميكس منتشرة والزوجات الأوكرانيات الجديدات قمة الإهانة لمفهوم الإنسانية تجاه الحرب بكل مأسيها يا رب ما حدش يشوفها وقمة الإهانة للمرأة الأوكرانية اللي كانت بتجري بالشارع وهي شالية الرضيع صغير أو قاعدة على الرصيف معها ولادها أو حتى قاعدة مستنية يا ربي حيحصل إيه وهي لسه بتدرس في الجامعة أو بنت صغير قمة الإهانة لمفهوم الإنسانية وقمة الإهانة للمرأة المصرية تخيلوا إن زوجتك وزوجة أخوك وبنتك لما حتتجوز خطبها وهو بيشير طول الوقت حاجات على والله يعني هتوصل الأوكرانيات على البنات المصريات إنها تعمل أيا كان بقى أو إن البنات والفتيات والزوجات المصريات مهددات إيه قمة الإهانة في عالم الاستبدال المباشر والاستخفاف بمشاعر ستتنا وبناتنا وزوجتك ليه ليه كل القسوة دي في التعامل اللا إنساني بموضوع بيستحق مننا إن احنا نكون كل واحد فينا إنسان في مكانه إنسان كمصري أو إنسان كزوج أو إنسان كشخص بيرائب وضع محتاجين ويتغير للأحسن أعتقد إن جي الوقت إن احنا نقول كفاية استخفاف وإذا كنت هتستخدم السوشيال ميديا أرجوك استخدمها علشان تحقق بيه شيء يتناسب مع أخلاقك اللي تربيت عليها ولدو الأصول اللي بنتكلم عليهم اللي مش ممكن أبدا يفرحوا في أزمة حد ولا في مصيبة حد ومش ممكن يقلبوا دعواتهم اللي المفترض إنه هما يوجهوها للناس دي عشان ربنا يحميهم ويبعد عنهم أي شر ممكن يطلهم من أي قظيفة هنا أو من أي صاروخ هنا يوجهها لدعوات بدل ما يوجهها لللي أنتو شفتوه على السوشيال ميديا أتمنى يختفي أي حد فيكو حاول إنه هو يشارك في بوست سواء بالكتابة أو حتى بالمشاركة أتمنى إنه هو يمسحه دلوقتي ويريد دعواتكم تطال كل الناس كل المظلومين في العالم ونحترم ستاتنا أكتر من كده ونحترم كمان السيدة الأوكرانية والبنت الأوكرانية المنكوبة أكتر من كده